اخر تطعيم بناخده في مكتب الصحة التطعيم بتاع الدرن اللي هو الحقنة اللي بناخدها في كتفنة الشمال واوقات تعمل علامة او ما تعملش ده ملوش دلالة اذا كان التطعيم يشتغل ولا ما اشتغلش ممكن ما تعملش علامة ويبقى شغال ودي بناخدها ما بين عمر zero لاربعين يوم طيب لو انا شاكك هي اشتغلت ولا ما اشتغلتش ممكن اعمل تحليل بعد كده يقولي الحقنة دي اشتغلت ولا لا مجازا مش هقول ان هو تطعيم مهم ولا مش مهم هو بيحميني من حاجات معينة خطر لكن فيه دول ما بتديهوش فمن اهلاقش قوي لو ملقنهوش شغال وممكن نكرره تاني نتكلم دلوقتي على التطعيمات اللي بناخدها في المدرسة ودول تطعيمين تطعيم نيكروب الحمى الشوكية او الالتهاب السحائي وده بيتاخد في اول سنة من كل مرحلة في وزارة الصحة بيتاخد التطعيم ده في المدارس تطعيم اسمه AC اللي هو ثنائي غير مقترن وحنقول يعني ايه مقترن وغير مقترن دي في الجزء التاني طيب التطعيم ده بناخده في اولى حضانة اولى ابتدائي اولى اعدادي واولى سنوي والمفروض ان احنا نكرره كل سنتين لتلاتة عشان نضمن ان مستوى المناعة نتحافظ عليه وان انا دايما عندي مناعة من الميكروب ده تمام؟ تاني تطعيم بناخده في المدارس اللي هو تطعيم DT او الثنائي البكتيري الثنائي البكتيري ده مش احنا اخذنا في مكتب الصحة الثلاثي اللي هو الديفتيريا والتيتانس والسعال الديكي شلنا منه السعال الديكي وبناخد جرعة منشبه للديفتيريا والتيتانس بتاتخد ما بين اربع لست سنين الصحة بتديها في المدارس معرفش بالضغط بسانة كام فمش عايز اقول كلمة ببقاش متأكد منها كده احنا خلصنا التطعيمات الاجبارية اللي بتديها لنا وزارة الصحة اشوفكم في الجزء الجاي ونتكلم عن التطعيمات الاختارية او الاضافية اللي ممكن ناخدها برا وزارة الصحة نشوفكم على خير